وضع السجون المتردي إلى الواجهة من جديد من بوابة سجون القاصرات والقاصرين التي يبدو أنها ليست أفضل حال من سواها بحسب ما نقلته جريدة الأخبار عن سجناء قاصرين ما يجري وراء الجدران أفضع من مشهد الملابس المتدلية من النوافذ فالأطفال المخالفون للقانون المي وأربعين والموزعون بين جناح الأحداث في سجن رومي ومركز مبادر قرب مستشفى ظهر الباشئ على تماثل مع الضرب، تعذيب، تحرش الجنسي والترهيب والنقل إلى غرف انفرادية مظلمة ما أدى بالبعض إلى محاولة الانتحار مصادر أمنية وصفت عبر الأوتيفي ما ورد في المقال بأنه نسج من الخيال وافتراء مضيحة أن لا غرف انفرادية في سجون القصار أصلا ولا تخالط بين السجنات والعسكر إذ إن المشرفة على سجن القاصرات أنثى وليس ذكرا أما بالنسبة إلى التحرش والمضايقات بين السجنات أنفسهن فأبدت المصادر استعدادها لفتح تحقيقات مشجعة الضحايا على الإبلاغ عما يحصل هذا وأشارت إلى حق الصليب الأحمر الدولي وعدد من الجمعيات بالدخول إلى السجون والكشف عليها للتأكد من صحة المعلومات أو عدمها نفي المصادر الأمنية لا يعني أن الحياة وردية ومطابقة 100% لاتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها لبنان لسيما لجهة برامج التأهيل، رعاية النفسية وتوفر الكتب والدفاتر للتعليم والتثقيف الكتب ممنوع تفوت على قلب الغرف صحيح لأنه الكتب بيكون فيه بقلبها هيدول الحديد يمكن يكون الحديد يستعملوا هيدا القاثر بشكل معين لأسباب ممكن يستعملوها كوسيلة أو أداة وهيدا الشيء طبعاً إدارة تسجيلة بتمنعه أنا بأكد على أنه الأمن داخل المراكز التوقف والمعامل الجيد جداً داخل خاصة المبادرة لأنه أنا على طول بكون داخل المبادرة فالمعامل الجيدة، التعاطي الإيجابي مع القاصرات، المتابعة، المتابعة المتابعة وكمان بنا نتذكر شغلة أنه هن الأشخاص الموجودين هن مش بسيكولوج يعني الأطفال أو الصبايا الموجودين داخل هيد المراكز بحاجة لبسيكولوج وهيدا الشيء مش موجود بشكل دائم نتيجة الوضع الاقتصادي اليوم اللي بده ينتحر فيه ينتحر إذا كان بالمبادرة أما كان ببيته يعني الولد اليوم اللي عنده مشكلة نفسية اليوم إذا حدا من الولاد بصر له مشكلة أكيد أكيد يعني الأهل بلوهم وحالهم والأشخاص القيمين على هيدا الطفل الموجود بحيلا ما كان كان بده يلوهم وحالهم فبدهن ياخدوا الحذر والحيطة المشكلة الأساسية عندنا بالسجن هي الاكتزاز الموجود وعدم والاعتصام أو الاعتكاف القضائي يلي عم بيأثر سلبا على سير الجلسات على إطلاق صراح السجينات لأنه مش ممكن اليوم قصرة بقلب السجن بتقلي أنه صر لي أنا سنتين بقلب السجن حلي لو شو ما عاملي أنا أظهر لأنه أنا مني عاملي شي كتير كبير التأجيل عن بصير كمان يعني قوة الأمن لحالة ما فيها تزقف أكيد لا نحن بعيدين كثير عن اتفاقية حقوق الطفل يلي صدقت عم برجع بقول أنه رومي ليست المكان الأمثل والأنسب لوجود قاصرين داخل هيدا المركز الاكتزاز الموجود ليس المكان الأنسب طبيعة الأغذية اللي عم تقدم ليست المكان الأنسب ما فيه إشي عم تكون سوبر بيرفكت يعني بدنا نقول ملنا إشي بيرفكت طبيعي بدنا نشتغل بعيد لنحسن الظروف ولكن أفضل ما يمكن أعطاه في هذه الظروف السوبر صعبة باللبنان وإنما لا حول ولا عم نشتغل كلنا كجمعية ومجتمع مدني لنغير أد ما منقدر سكر لفتت إلى وجود برامج شبه يومية في مبادرة ومرتين بالأسبوع في رومي مؤكدة أنها ليست كافية بسبب نقص الدعم وفي ظل التباين بين روايات السلطات المعنية والسجناء يبقى التعويل على نقل المساجين إلى مبنى الوروار قيد الإنشاء والذي بحسب سكر يواكب التطورات والمعايير اللازمة للحماية والرعاية على أمل أن لا يدخل الطفل السجن مخالفا للقانون ويخرج منه مجرما ومدمرا بشهادة